من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قال وليس الذكر كالأنثى فطبيعة الرجل ليست كطبيعة المرأة وتفكير الرجل ليس كتفكير المرأة ولذلك الامتزاج بين الشاب والفتاة في أول طريق مشوار الزواج مختلف جدا ولذلك أفلا يتفكرون أولئك النفر الذين أقدموا على الزواج كيف أنهم يحتاجون إلى ثقافة زوجية ثقافة أسرية ثقافة في فن العلاقة في فن التعامل مع الشخصيات إلى غير ذلك ينشأ الطفل صغيرا في أحضان والديه فيظن الأب أن هذا الطفل سوف يكون كالعجين في يديه وينسى أن هذا الطفل في الحقيقة مختلف قد لا يأخذ طباع والده ولا يأخذ طباع والدته فلذلك تقع صراعات بين الآباء والأبناء وكلما كبر بعض الأبناء خرجت له صراعات مع والديه وكذلك أيضا نحتاج أن نضع النقاط على الحروف